السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نرى الشروط الجديدة لدخول المغرب وهل لازال جواز التقليخ مستمرا لا تنسوا لايك واشتراك للقناة والفيديو ليس للخبر أولا وبعد استقبال رئيس وزراء الإسباني بيدرو من طرف جلالة الملك محمد السادس وذلك من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين المغرب وإسبانيا بعد هذه الزيارة سيتم مفتح الحدود البحرية بين البلدين لذلك تم وضع شروط جديدة لدخول المغرب عبر ميناء تنجا قبل أن أدخل في صلب الموضوع فقد ذكرت في فيديو سابق المتحول الجديد XA ومدى انتشاره في العالم والسيناريوهات الآتية والمقبلة ولذلك فلا تستفاجأوا من الشروط الجديدة لأنها كانت منتظرة حسب ما يروج في العالم حول القيود وما تقوله منظمة السخة الملالية لذلك المسافر سيتم مفتح الحدود المتحول الجديدة الثلقيح ضد كوفيد-19 صار المفعول وفقا لمتطالبات الدولة التي سيدخلوا إليها ثم يجب أن تنجد رجالة نغاتيف في تست بسعار في 62 أم تنجد رجالة بين المتحول والمتحول بما يعني أنه لم يكن مكمل جواز التلقيح يعني جرعات اللي كتطلبها البلد اللي غد يدخل لها خصو يدير تست بسائق لي ما كيتعداش 72 ساعة وهذا لا يعني أنه تم إلغاء جواز التلقيح فجواز التلقيح ما زال مستمرا بالنسبة لشروط دخول المغرب أنا أتأسف لإعلان هذا الخبر وأتأسف كذلك لسماعه هذه الشروط هي شروط مؤقتة يعني الناس المسافرين اللي غيصفروا عبر الحدود البحرية في انتداري الجديد دائما نواصل بكم ومعكم لا تنسوا لايك واشتراك للقناة وليس للخبر شكرا على تفاعلكم إلى اللقاء في فيديو آخر